شفت إزاي أرجع مرة تانية للتحكيم لأنه بيمثل لي لغز كبير جداً والتصريحات اللي أنا وإنتا كنا نتكلم فيها في الأفضل يعني ماشي لكن أنا بردو مبارح الحاكم الأسباني عجبك؟ أنا شايفه كان كويس والله صراح؟ كويس جداً كبير كويس جداً في بعض القرارات كده كويس جداً بس أنا سامع أن في ناس بردو بتقولوا كان في دربات جزائية تتحسب وحاجات غريبة كده بس أنا قبل الهواء قبل الهواء في الهواء يعني في الانترو قلت لهم أنا متأكد مليون في المائة أن الكابتن عصام عبدالفتاح والله ما كنت عرفه الكابتن عصام عبدالفتاح ومريدينه سيطلعوا يقولوا إن الزمالك له ركل جزائية كابتن عصام طلع من عشر دقائق كده من عشر دقائق كده لسه بيقولوا لي طلع وقال إيه؟ قال إن الزمالك له ضرب الجزائية ليه؟ ما هو ليه؟ لأنه كابتن عصام لازم يثبت من وجهة نظره ان الحكم ده يا جماعة ده حكم او اسبانيو بتاعه اه بس عادي يعني وبيغلط اوه لا وبيغلط اوه عايز يقول ان هو بيغلط يعني لا بص يا جابت انه احنا عندنا مشكلة في مصر دي بقى الثقافة اللي حتى بتزرع يعني تتزرع في كل الحكام نفسهم ان انت مش اي حاجة تتحسب فيش حاجة اسمها واحدة استعمال لي كده يبقى ضرب الجزاء ايه ده فيش كلام ده خالص يبقى انا انت رئيس لجنة حكام فانت بتزرع قريدي الحاجات دي للحكام نفسها هو على فكرة كلام انا بقولك ده هو كابتن عصام قاله مش انا ده بقى ناتج ان احنا بنشوفه في الماتشاط من قرارات الحكام الحاجات الضعيفة جدا اللي ممكن تتحسب وده اللي بيخلي اللعيبة عندك في مصر اولا سوريا يعني مش عايزة يعني ما بتحترمش اللعيب للحكام بشكل كويس مفيش احترام تلاقي دايما مشاكل تلاقي دايما وقت ضايع عشر دقايق واثنشر دقيقة وحاجات غريبة كده نتيجة ايه ان كل شوية يقف مباراة ويقعد ربع ساعة يبص على الفار وده بيعترد وده بيعترد اولا الحكام ما عندوش الشخصية انه يعمل كنترول تمات ما تشوف الحكام ديهم دروس هتلاقهم ناس متخصصة تشغالهم في ده او احنا بنطلح حكام اجانب ليه عشان بيلاقي الراجل فير ما شاء الله انا اول مرة اشوف حكام كده من فترة احنا كان ممكن بالمناسبة ان احنا نتغلب نبالع بالكورة توارد جدا بتاعة امام عشور امام عشور اخر كورة قبل المبرمة تنتهي كنا هنطلع نقول الحكام كويس ده اولا الحكام كان ممتاز وانه نطلع نقول ان الحكام كان كويس ده حي وليه دايما بتحاولوا هو بيطلع مبررات لان احنا نادل اهل بيطلب دايما في الحاجات الكبيرة حكام اجانب لان احنا سوري يعني احنا مش عايزين نلاقي واحد يتعاطف مع حد تاني يعني مش نقص يعني كنا معلش واحد يصعب عليه واحد فالنبي اصل جو الاحتواء بقى اللي احنا عاشين فيه الفترة دي بالزبط كده مش عايزين حد يحتوي ولا روح بروتوكول ولا احتواء ولا الكلام ده كله بالتالي نادل قال لي طلب الحكام عشان كده ما طلبش الحكام عشان يعني انا لعب له وجالي عياطلي في الملعب والنبي ما تحسبهاش مش حسبه له يبقى احنا عندنا بيحصل ده حكام اللي هي بتحتوي الناس طبعا مش هنسمي يا سامي حد يعني فموضوع الاحتواء ده بقى مش ظريف وبعدين بقت خلاص سمعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة